موسيقى موسيقى اخذنا سكن في منطقة تانية خالص مختلفة عن اللي فاتت بس يعني افضل كخدمات وكشيات كده فهي افضل كتير الحمدلله وعلى الله كذبا ليقل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالم أنا لسه أخذيني الشقة دي جديد ويعني لسه بقى كركبة كركبة في كل حتة بس إن شاء الله يعني هنزبطها يعني هي شقة يعني رطيفة الحمد لله نازل الجامعة إن شاء الله يوم طويل عريض يعني يوم لا أتمنى لألد أعدائي والله ها 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 جتم المت كلية يعني نمت شوية كده والمفروض نازلين بقى نازلين البيت إن شاء الله ١٢١٤ والله زمان لا يحزن الله لو عدمي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون الحمد لله وصلت وحسيت ان فيه وقت كده فهناوي هجيب اكل بس وبعدين هروح جروت معاني والله انشطع كده بس لقبود لقبود عشان يعني انا متراكم عليها خمس تلاف محاضرة كده جروت للاسف بيعملوا اصلاحاتهم ومش عارف اي حوارتهم دي فانا بقى الصراحة هروح لانه كان مكان هادي وبتاع فالصراحة مش عايز يعني مش عايز ضايع واتبقى ثاني فانا هروح بقى ان شاء الله من الحاجات اللي الواحد بيكتسبها في الدراسة يعني دراسة الطب عموما وكل مجالاته ان انت بتحس ادي الانسان ده ضعيف جدا فالانسان عموما ضعيف ويعني اه ضعيف بدنيا بس ضعيف نفسيا برضو جدا يعني كنت لسه بسمع حاجة كده يعني للشيخ محمد نتولي الشعراوي يعني يا ربنا يرحمه فكان بيقول قوعد سيب يعني هو كان بيتكلم على الحزن فكان بقولك ايه قوعد سيب باب الحزن موارب يعني انا اظن موضوع اعمق من كده بس هلم نتكلم على حوار تاني هنتكلم عليه يعني باستفاض لما اروح لان الواحد مفرهد جدا بقى حوله المهم يعني الانسان اي نعم ضعيف بدنيا بطريقة غريبة بطريقة غريبة سبحان الله وكذلك برضو ضعيف نفسيا جدا فلما انت بيبقى قدامك ابواب مواربة وانت ايه يعني اه انا مش اخوش يعني يعني ايه مش اخوش لأ يعني ايه انا نجبد من كده بكتير وانا جامده مش عارف ايه الكلام ده فاكس جدا كوبري التأمين سوا موسيقى 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 جيت مبرح وفصلت خلص مكنتش قادر خلص الصراحة فكتبت تسكيت النهاردة وبقى لي شوية أصلا بذكر فكمل بقى كمل إن شاء الله بإذن الله فرعينا كيف أن الإنسان يستطيع أن يحقق بجسده حركات كنا نعتقد أنها من المستحيلات ورأينا أنها بالاجتهاد أصبحت من الممكنات وكذلك العقل البشري يقولوا أن الولد عمره ست سنوات ست سنوات قادر قادر أن يتعلم ست لغات أو أكثر وهو عمره ست سنوات لماذا ما بيتعلم؟ لأنه نعتقد أنه مستحيل يستطيع لذلك قالوا أن كلمة مستحيل كلمة اخترعها الإنسان ليبرر بها عجزه سبحان ربي العظيم و تحمده سبحان ربي العظيم و تحمده سبحان ربي العظيم و تحمده فاكرين سابحة الأذكار الصوتية كنت عملت له هنا سبونصر أبل كده صراحة يعني ساعات بيخليك تفتكر كده الذكر يعني وتعود تردد كده أنت مشوخة بلغ خلص ففيه كزا ميزة تانية كويسة قوي الصراحة فسيب لكم تحت اللينك بتاع في الديسكريبشن يعني بحاول استخدامه من حل لأخر كده لو أنا مثلا بعمل حاجة بعمل قهوة بنظف حاجة بتاعه فبيكون معي بيذكرني و بفضل أردد فالحوار جامد جدا خلصت الطرق اللي أنا كنت عايزه الحمد لله المادة اللي أنا بذكرت دلوقتي اسمها بظيولوجي المادة دي يعني المادة دي السنة اللي فاتت فهي كانت أقل تقديري أن أعجاب يعني أقل المادة أنا جايب فيها كانت البظيولوجي ولكن برضو يعني استيرها أكتر مادة يمكن أنا بحبها مش عارف ليه يعني هي مختصة أن هي بتوركي الحاجة اللي فيها فيها خلل أو فيها مرض يعني انت متعاول تشوف الحاجات الأكويسة طبيعيا اللي مش عارف ايه طب تعالى بقى هنوركي الحاجات التانية اللي هي الابنورمال يعني فالصراحة ما انها مادة غلثة ورخمة ومش بتتحفظ ويعني حاجة كده بس برضو يعني هو هي ابتلاء هو ابتلاء ومادة برضو زي دي بتعرفك فعلا قد انت ضعيف وقد انت في نعمة برضو اللي هو يعني ياه كل دي امراض وكل دي فعلا الناس بيجي لها الكلام ده حاجات فعلا الواحد ما بيتخلقاش فدائما الواحد طول ما هو ماشي كده كده enn kddkdkdd kddkdو fii Garrett يعني لو افترضنا اندّى لو افترضنا اندّى صرا andar مستقيما وعلى جنابت هي الصرا تصوران فلنفترض مثلا انه هنا هو كده وكده والصور دة عليه كده ايه يعني ستور مرخاف يعني زي بالزب tracked broadsey broadsey yeah and وعليها ستاير وعند رأس الصراط يعني فلنفترض أن هنا مصرا داعا يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وداعا يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب اللي هي الستاير المرخاضي قال وإيحك لا تفتحه فإنك أن تفتحه تلج يعني هتخش فالصراط والإسلام والصراط هي حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعز الله في قلب كل مسلم إيه الكلام بقى العميق ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنك وانت ماشي على الصراط ده واللي هو قال لك الصراط ده هو الإسلام فأنت دايما بتلاقي على الطريق كده سطور مرخاية يعني دايما بتلاقي كده اللي هو إيه ببان مواربة كده اللي هي إيه عايز تخش تشوف في إيه ببان كده مغرية ومزينة وشكلها أحل وكده وجميلة وبيقول إن هنا في واحد بيقول لك أو أعترب ما تفتحش لا تفتحه فإنك إنت تفتحه تلجه تلجه يعني هتخش كده وهتقطحم الحديث ده الصراحة بيلخص حاجات كتير جدا يعني الإنسان أضعف مما يتخيل وأنا بقول لك الكلام ده يعني مش عشان أنا جامد بالعكس ده أنا بقول لك الكلام ده عشان أنا أصلا بقع يعني لو الواحد جيه فكر كده كم مرة قال مثلا إن هو يعني مش هيخش أو إن هو بس هيبص بس من بره أو إن هو يشوف بس الحاجة دي فيها إيه وفعلا بيتزحلق كده عرفينتو الزوحلية اللي هي بتبقى أولها كده إنت بتبقى بيراتك في الأول بعدها بتخش بطريقة مش طبيعية فدائما الحاجات الكبيرة اللي إنت بس ما كش متخيل إنك هتعملها عمرها ما بتبدأ إن هي بتكون كبيرة كده وبينها إن هي كبيرة بالعكس بتبقى خطوات صغيرة جدا بس مسافة إنك خدت القرار إن إنت هتخش في الحتة دي فإنت بتتزحلق بتخش وأصلا مش بتحس بنفسك خالص فإيه الحل بقى إيه الحل من الأساس الحل البسيط والسهل جدا إن إنت أصلا متقربش يعني متخشش لا تفتحه ما تفتحش خالص وفي بعض الأحيان الإنسان أصلا بيحس إن هو جامد وإن هو شطر جدا فإن هو يقدر يمنع نفسه من أي حاجة معينة يعني مثلا أديكم سؤال بسيط جدا أنا ذكرت الصبح مثلا بتاع ساعة وشوية كده ساعة وحاجة بسيطة وبعين قولت أخذ بريك ربع ساعة البيك ده يمتد معي لساعة أنا برضو أنا نسب شوائم إزاي مثلا لما جيت حللت الموقف لقيت إن أصلا الواحد ضعيف جدا وعشان الواحد ضعيف جدا لازم بقى يحط لنفسه من الأساس يحط لنفسه حاجات واضحة جدا مثلا لما ربنا تكلم عن الزنا فقال لك ولا تقربوا الزنا ما قالش ولا تزنون فأنت بقى تعمل إيه لما تلاقي سطور مرخاة وتلاقي أبواب مواربة وتلاقي يعني حاجات شكلها حلوة وحلوة وإنت بس عايز تقش كده تبص بصة الناس دي بتعمل إيه أنا بس أخش بس كده كده أسألها بحاجة عارف كل ده أنت بتبقى مفكر نفسك إنك جامد وإنك عبقري وإنك بس هتوقف هنا عند النقطة دي عند النقطة اللي هي عند الباب ده بس لو أنت فضلت فأنت حرفيا إنت هتليش هتخش جوه خالص لأن الموضوع في الأول في الأخر بيبدأ بخطوات واستبات صغيرة جدا لو أنت مخدش القرار إن تمنع أصلا الاستبات دي فأنت هتتزحلق بشكل مش طبيعي والموضوع في أوله بيبان سهل اللي هو ده خطوة بسيطة أو حاجة بسيطة أو أين كان بس فعلا زي ما أبتلك كده هي بتبقى زوحلية أولها بإيدك بس أنت بتزحلق وباش بإيدك خالص فما تقربش أصلا أو عطار بس كده وأنا بصور دلوقتي اللينس اللي عشرة تنتشر بتاعتي ترازع محترم قوي يعني رازع جمدة جدا مع أن نحط عليها الفلتر اللي هو ببروتكت ده بس أنا مش عاربة تشتغل تاني ولا صراحة فلازم نجرق المفروض أن هي شغالة بس أنا سمع و أنا بزوم إن وبزوم قوت كده سمع حاجة كده سمع حاجة كده سمع هي 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 الموتير بتعتها جوه فالمفروض نسمعش حاجة بس أنا سمع حاجة بس خير يعني خير الحمد لله الحمد لله لن يمنعنا ولن يعقنا فنكمل بقى نكمل والموضوع حتى ممكن يعني نمشي على أشياء أخرى زي مثلا إنك ما تفتحش لنفسك الباب لحاجات كثير لأنك هتغوص فيها حتى لو الحاجات دي كانت حلقة له يعني مثلا البريك مثلا لو أنت محطتش لمتس يعني واضح قوي وأنك برضو حطت لمتس للمذاكرة لأن النفس عموما يعني نفسك بيتاميل إن هي إيه هستعد مرمرتها حاجة كده أو مريحة ومش هستعمل أي مجهود فلو أنت محطتش حدود واضحة قوي وما دخلتش في دوامات كتير فأنت برضو هتكون منتج وهتكون يعني أنا أظن ده يعني أحسن بكتير بكتير من أن لو أنت سبتها عيما كده وإيه ده فيه حاجة طب ما تيجي نخش بتاعه بس أنا خلصت والله الفلوك ده كان لطيف المفروض دلوقتي هي منتج يعني خلص منتج البودكاست اللي المفروض نزل وإنتوا يعني إنتوا شفتوه المفروض نزل هو كان مهم جدا بالنسبة للصراحة بس أشوفكم الفلوك جاي إن شاء الله وحاول يعني حاول أن إحنا نعمل ويكلي فلوك يعني لأن الواحد مضغوط جدا فلو طلعنا يعني بفلوك في الأسبوع فأنا أكون مبسوط جدا الصراحة فدعواتكو بقى اشتركوا في القناة